مساء الفل، في ناس كتير الشك بالنسبة لهم مرض الواحد منهم طول الوقت دماغه شغالة على نظرية المؤامرة ولما تحصل قدامهم حاجة مش مفهومة؟ أول احتمال يفكروا فيه هو الاحتمال الأسوأ لأن دايماً سوء النية بالنسبة لهم اسلوب حياة زي اللي حصل في حكاية صفاء بطلق قصة حقية النهاردة اللي وصل الشك بجزهة أنه كل شوية بوصل لابنهم الصغير ويقول لها الواحدة مش ابني، انت جبتيه منين؟ تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف صفاء بعدها تقول لنا إين؟ اسمي صفاء في بدايات العشرين من عمري وحالياً زوجة وقم مع إيقاف التنفيذ وحسة نتيها ومش عارفة أعمل إيه من يوم ما طلعت عالدوني يا سالي وأنا عايشة في شقة وتعب أمي انفصلت عن أبويا من وانا عندي عشر سنين شفنا فيهم الويل لأن أبويا ما بيتحملش مسؤولية وكان بيتجوز كتير كل شوية يتجوز ويطلق طفولتي كانت صعبة جداً مليانة زعيق وخناقات وعيشة تخلي أي إنسان يكره نفسه ويكره حياته ويفقد ثقته في كل الناس من يوم ما أمي انفصلت عن أبويا حالتنا المادية ضهورت أكتر أكتر ما كانت من الضهورة وجربت من وانا لسه عيلة أنزل أشتغل عشان أعرف أكفي نفسي وساعد في مصروف البيت من شغل في سوبر ماركت لمحل ملابس لمكتب محاما اشتغلت كل حاجة عشان أساعد أمي اللي ما كان شحلتها غريدوب 300 جنيه شهرية بتاعت المطلقات ورغم إن كان ليا إخوات كتير بس كل واحد فيهم شاف شغلانا عشان كل واحد يتحمل نفسه من لبس لأكل لمصاريف مدرسة وجنب شغلي قدرت أكمل تعليمي الحمد لله لحد ما خدت دبلوم صنايع وحوشت القرش على القرش ودخلت جمعيات لحد ما جهزت نفسي كنت عايشة على أمل انتظار ابن الحلال وفضلت أعمل أقصى معندي عشان لما يظهر أكون مستعدة ما كنتش بتمنى غير إن ربنا يكرمني بابن الحلال اللي يكون سنة دي وضهري ويعوضني عن الشقل اللي شفته طول حياتي واتستر في بيت على قدي وارتح فيه جدع يا صفاء على فكرة كان ممكن ما تكمليش تعليمك وساعتها كان ممكن ما حدش يلوم عليكي يقولك بسبب الظروف وده اللي قدرت عليه لك كان واضح من كلامك إنك عندك طموح بتشتغلي على نفسك وعندك أحلام حلوة وعارفة أنت عايزة إيه طب إيه اللي حصل بعد كده تعالوا نشوف في يوم اتقدم لي شاب ساكن نواحينة وأهله كانوا عارفين أمي والموضوع كان جواز صلونات لما قعدت معاه حسيته حد كويس فوافقت والموضوع سبحان الله كان متيسر ما طولناش كتير في الخطوبة اتجوزت وقلت بس الحمد لله اترحمت من الشغل والتعب وأخيراً هلاقي لي تحمل مسؤوليتي بس يا خسارة ما كنتش عارف إن المشاقة الحقيقية هتبدأ بعد الجواز اللي حصل يا سالي إن جوز يطلع مريض بالشك بطريقة لا تطاق بمجرد موبايل يرن يطلع يجري يمسكه ويشوف اسم اللي اتصل ويقول لي رضي قدامي وفتحي سبيكر عشان أسمع كل شوية يمسك الموبايل يقلب فيه ويقول لي مين رن ممنوع أنشر الهدوم لوحدي ممنوع أفتح الشباك أو الباب ممنوع أتكلم مع أي مخلوق ولما ينزل يروح شغله أو ينزل على القهوة ويرجع من برة يقول لي مين كان هنا ما يسيبنيش أروح أي مكان لوحدي نهائي ولازم في أي خطوة تكون رجله على رجلي ولو روحت عند أمي لازم ييجي معايا ويفضل جنبي في الشقة وكل قوضة دخلها يروح ورايا ومش مسموح أن أنا أنفرد بأمي نهائي حتى لو في حاجة خاصة بيها عايزة تحكيها لي تعبت منه بقيت عايشة في رعبة طول الوقت لدرجة أني بقيت أخاف لو رقم غريب رن علي أنه يضربني ويقول لي مين ده نا عايشة صعبة قوي يا صفاء صعبة قوي فعلا تعالوا نكمل ما قدرتش أستحمل يا سيلي لحد ما هربت من وراه وروحت بيت أمي كنت وقتها حامل في ابني وقلت زي ما تيجي تيجي أنا مش هقدر أكمل أكتر من كده بس جي وراي وقال لي أمي خلاص حقك علي إحنا ملناش غير بعض وفي طفلة جاي في السكة نازم نعمل حسابه فضل يحيل فيا وفي أهلي بقى زي القطة المغمضة وحسيت أنه هو ندم فعلا ومصدقته قمت لميت هدومي ورجعت معا البيت أول ما دخلت الشقة نازل فيا ضرب وهاتك يا سريخ تيب تعرفي مين من ورايا مين اللي شجعك تسيب البيت وروحتي عن دمك عشان تقبليه يا كذا ويا كذا ويا كذا وفضلت أحلف له أحلف له أنا ما فيش أي حاجة ملا في دماغه لحد ما أغمى علي كنت هموت في إيده ففضل يفوق فيا بعدها لقاني تعبت فاخدني عند الدكتور لما الدكتور سأله وسألني قالوا دي بس ضغطها واطي ضغطها واطي بس شوية دكتور ويجبتها هو من وقتها هو زي ما هو وساعات كمان الشك بيزيد وأنا سكتة ومستحملة عشان الحمل لحد ما جي معايد الولاد وقلت له أنا أحضر حكتي عشان أروح أولد عند أمي لقيته بيقول لي أنت هتولدي عندي في البلد مفيش ولادة عند أمك قلت له إزاي أي واحدة بتروح تولد عند أهله قال لي مفيش الكلام ده وتخنقنا فأنا صممت على رأيي وروحت عند أمي لحد ما ولدت هناك فما جيش حتى يشوفني ولا يشوف ابنه وبعد فترة جيه هو وأهله وقعدنا مع بعض عشان نصفي الدنيا لحد ما خدوني وروحت أنا وابني وهناك ابتدى الشك من تاني بقى كل شوية يبصي لابني ويقول لي الولاد ده مش شبهي ده شبه فلان ويقول اسم حد معين وشوية لقيه بيصرخ في الولاد ده ابن مين وآخر ما تعبت خدت ابني وروحت عند أمي وأنا مش عارفة هعمل إيه هعمل إيه في ابني وفي العيشة أرجو الرد عشان أنا تعبت نفسي يا الله من حد هنا وخلصت بقى رسالة صفاء رسالة دايق توجع القلب زي ما بيقولوا الواحد دي بعايش على طول متهم كده واحدة بتحاول تدافع عن نفسها وعن أخلاقها وعن شرفها وصد الراجل المفروض أنه يكون أمانها وستر وغطى وسكينة وموادة ورحمة وكل الكلام الجميل ده الراجل اللي جاوزته بعد سنين من الشقة والواجع وبحط القرش على القرش ومستنياه وعوض ربنا طب دلوقتي بقى صفاء تعمل ايه ترجع لجوزها هنقول لها استحميلي عشان نست ملاش اللابتها وجوزها عشان انت عندك ابن ولا نقومها ونقول لها يفضلي عن ضمك هو ما يستهلكيش ممتك أولى بيكي يمكن يعرف قيمتك طب هتصرف على نفسها وابنها ازاي طب يا طرى بقى الشك اللي جوزها فيه ده ليه علاج ممكن حد يقولي ده ابن كذا وأنا أكمل معاه صعبة جدا المكان ده صعبة أسئلة كتير قوي في حكايتك يا صفاء استنونا بعد الفاصل شكرا